ترجمة نانسي قنقر المذاكرة مين فينا لا يوجد مشكلة مع المذاكرة؟ نقعد 10 ساعات على الكتاب وفي الآخر ندخل الانتحان لا نفتكر أي شيء وساعات نقرأ السؤال ونحن داخلين أول ما ندخل نفتكر السؤال لكن لا نفتكر إجابته أنا واحد من الناس الذين كنت كده ندخل سنواية عامة وعلم رياضة وقلت أنني أريد زاكر وقعد 8 شهور ما موت نفسي مذاكرة لكن مثل أي شخص خدت على وش كثير مهم بعد 8 شهور فاضل شهر على الانتحان وعملوا امتحان تجريبي فأنا دخلت الانتحان وخلص فاضل شهر ونخلص جبت 80% 80% واحد علم رياضة يعني زجارة عربي حلايب وشلاتين أنا ساعتاً لا كنت بحكة أنا ساعتاً حس أنني فاضل شهر موضوع خلص لكن كما يقولون The pain is the best motivator أنا ساعتها قررت لا أنا ممكن وانا ساعتاً عرفت كيف تذاكر بالذاكرة فأنا قلت أجرب أنا مش علي ضغط وما خلاص باع القضية في البيت فأنا قلت يلا فقعدت شهر فعلا بذاكر وفعلا موت نفسي مذاكرة وليل نهار وفعلا نقدر وليل نفسي واجبت 94% في ثانية سنة وفعلا نفسي ومن ثانية سنة وشهر واحي جبت وفي ثالثة سنة كنت أخذ الكرسات و أصرحها لأصحابي في المدرسة. كنت أعيش حقاتي و أعمل كل شيء. و في الثالثة جبت 99% فأنا ليس عبقاري. أنا أكثر واحد أعرف. هدفنينه سوا. 80% فأيه اللي عمل الفرق بين ده وبين ده؟ هم حاجتين. حاجتين يمثلون للمشكلة بعد كل الطلبة مع المذاكرة. حاجتين لو عرفنا نحلهم يبقى حالينا المشكلة. مشكلتنا أول حاجة أننا لا نعرف كيف نذاكر. و ثانية حاجة أننا لا نستطيع. يعني بابا يقول لي يا غبي. مما يقول لي يا غبي. أروح المدرسة المدرسة يقول لي يا غبي. يعني سيبك من الناس. ما هم بابا هم اللي خلفوني يعني. فإحنا لديناس الإيمان أننا فعلا نقدر نعمل حاجة. ولا نعرف كيف نذاكر. نقض على الكتاب عشر ساعات و بعدين نروح. مش فاكرين أي حاجة. معيني كنت فاكر. فأيه اللي بيحصل؟ فهل فعلا الموضوع صعب؟ هل فعلا صعب أننا نفتكر؟ صعب أننا نذاكر؟ هل فعلا ده آخرنا؟ ولا هل الموضوع ممكن يأسهل بكثير؟ هل رأيت الكلمات دي؟ أيس كريم، قطة، سيارة، كرسي، شنطة، كيلو، شجرة، مفتاح، شباك؟ لو قلنا نريد أن نحفظ هذه الكلمات دي دلوقتي. يلا، ناس حفظت؟ لو بعد ساعة من دلوقتي، سألناكم ما هي الكلمات التي كانت مكتوبة؟ هل حد سيفتكر؟ حد غيره سيفتكر؟ واضح أن الأطفال تعالوا نجرب شيء خيلوا معي، كان في عربية BMW لونها pink من غير سدف وكان راكب قط قط راكب على الكرسي السواء مهم جنب القط كان راكب قطة يعني قطة حقيقة قطة كانت راكبة جنب القط قطة صاحبته وكانت ماشي بسرعة جداً بسرعة خمسة كيلو متر في الساعة فالقطة ماشيون قطة جابت شنطتها ومتطلعت من الشنطة المفتاح لكي تفتح الشباك فالقطة مسك الأيس كريم يبصي لها ماذا تفعل؟ مرة واحدة أم خبط في شجرة تعالوا نرى الكلمات الثانية أيس كريم قطة كرسي شجرة مفتاح مين يقدر يقول لهم كلهم؟ فقد قال تقنف كل فقد إحنا كده؟ حفظناه لو بعد عشرين سنة من دلوقتي لو سألناكم ما هي الكلمات الموجودة؟ كلنا هنفتكر حاجة ثانية هذه الألوان بالترتيب بتاعها بالفريكونسي ساعات بيطلبوا مننا في السنوية العامة العظيمة أن نقول مثلاً هذا اللون أول أو هذا اللون؟ فإحنا لو عايزين نفتكر هنقعد نفتكر هنقعد نفعل ريد، أورنز، جيلو، جرين هدخل المتحان يا ترى هو كان الريد أو الجرين فنعمل خدنا أول حرف من كل كلمة روي جبير بس حفظنا هدخل المتحان خدت أول حرف من كل كلمة جبت الكلمة أولاً ريد، أورنز، جيلو، جرين، جلو، اندجو، بايلو فهي بسيطة فهنا نستطيع فعلة كثير من ولكن المشكلة لأننا لا نعرف كيف فالإيمان ونعرف كيف هذا ما نحتاجه لكي نصل لأي شيء هناك فريق كرة كانوا يلعبوا فريق قوي جداً فمجتمعين فكابت الفريق أو مفروض أقوى واحد فيهم فكابت الفريق يقول المدرب إحنا استحالة نكسب No way قال له استحالة نكسب قال له الفريق ثاني قوي جداً قال له هناك ترميرين يسخنوا يبقى هو ماشي وشايل حد على ظهر ويمشي مسافة معينة قال له فاكر التمرين قال له يا كوتش قال له أنت هتعمله قال له أنت أخرك كام؟ قال له حدودك عارف أنا أخري عشرة متر وأنا شايله على ظهر قال له وستعمل نفس التمريني الذي تعمله كل مرة مثل الحاجة الوحيدة المختلفة أنا سربط عينيك وأول ما توصل سأقول لك أنت وصلت قال له فعلاً رابط عينيك وماشي شوية قال له يا كوتش قال له لسه شوية يا كوتش لسه شوية يا كوتش لسه شوية كمان يا كوتش وقع على الأرض شاء الله الرماها وقع وراه لأنه هو ماشي الملعب كله كوتش قال له أنت نفسك كنت تمشي عشرة متر أنت اللي مشيت كل ده الفرق الوحيد أنك سبت إيمانك بضعيف وراك ليس مهم الناس بيقولوا عليك إيه؟ ليس مهم الناس بيقولوا عليك إيه؟ ليس مهم أنت تقول له عمرك كنت إيه؟ الحاجة الوحيدة المهمة أنك تكون مؤمن بنفسك بجد مؤمن بنفسك عشان فعلاً الإيمان بيصنع المعجزات شكراً 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 شكراً